اشتركوا في القناة 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 الزمالك مثلا يسخنوا لعبت الزمالك يعملوا لعبت الزمالك وعلى الجانب الآخر يهبطوا من لعبت النادي الأهلي أكيد أنت شفت من حاجات دي كتير جدا جدا كتير جدا وتصريحات وتصريحات على سوشيال ميديا أو في التلفزيون لكن اللي أنا وصك منه مليون في المية أن النادي الأهلي بيقفل صفحاته كويس وبيفكر في مباراة أهلي وزمالك ما لهاش حسابات بدليل أن في كل مباراة مباراة الكمة الأهلي ليه الأفضلية زي ما أقول ما أتكلم دايما أن قضة لبس النادي الأهلي فيها مقوماته البطولة فيها مقومات أو معرفة التعامل مع مثل هذه المواقف مباراة الكمة بيقدر يفصلوا فيها كويس مش معنى برضو أن النادي الزمالك عنده كل المشاكل دي فأكيد هايقوموا مركزين طبعا عنده مشاكل كتير جدا إدارية وداخل فرقة ومع بعض اللعيب المؤثرين داخل الفرقة مشاكل تشتت أي فريق وده ظاهر عليهم في كل المباراة زي ما في كل المباراة مع كتر أن الراجل بيغير في التشكيل كتير دي برضو مشاكل تتحط في الاعتبار لكن مع لعيبة النادي الأهلي أكيد مش هبه في دماغهم كل الكلام ده هو بيلعب نادي الزمالك فريق كبير وأتوقع أن الأفضلية للنادي الأهلي في ثبات المستوى ومثل هذه الظروف النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي بتقدر تتعامل مع ده مع طبعا كابتن ساد عبد حفيز بيقدر أنه يقفل على الفريق بشكل جيد مع بعض اللاعب الكبيرة اللي عندها مسئولية البطولة أو مسئولية المواقف دي بيقدر تتعامل مع الموضوع ده بشكل جيد عشان كده كل الأسباب دي هتوقع أن الأفضلية هتبقى للنادي الأهلي ويقدر يحقق نتيجة إجابية أكيد طيب برضو على الجانب الآخر عودة الغيابات يعني إحنا لغاية دلوقتي برضو نحن مش عايز أتكلم عن الغيابات بشكل كبير لأنه إحنا عندنا مش عارفين مين اللي هيبقى موجود مين اللي مش هيبقى موجود هل محمد عبد المنعم موجود ولا لأ يمكن الوحيد اللي تأكد غيابه هو محمود متولي لكن برسي تاو محمد عبد المنعم طهر محمد طاهر كل دول محدش عارف هيبقى موجودين ولا لأ ولكن في النهاية كيف استطيع كولر أن يدير هذه المباراة أمام نادي الزمالك في ظل الأجواء اللي احنا شايفينها دي وفي ظل الفيديوهات بتطلع الحقيقة أقل ما يقال عليها أن هي فيديوهات عنصرية أكيد كابتن سكواد النادي الأهلي يطمن أي مدرب يطمن أي مدرب مع هنا في بعض اللاعبة بتقدر تساعدك بشكل كبير جدا حتى في حالة غيابات بعض اللاعبة حتى في خط الظهر بتشوف الأداء المميز لرمى ربيعة وخصوصا هو ممكن ما يبقاش بيشارك مباراتين أو ثلاثة لكن لما بتحتاجه مع غياب طبعا في المباراة الأخيرة كان اليسر إبراهيم ومع تواجد أو العبد المنعم الغياب ممكن ندي أي فريق تاني أو أي يعني لازم يبقى مؤثر بشكل كبير جدا لأنه ده عنصر أساسي في خط الظهر سواء يسر إبراهيم أو محمد عبد المنعم لكن عودة رمى ربيعة بالأداء ده وبالتميز اللي هو بيبقى عليه بيدي أريحا للراجل بيدي طمأنينة للراجل أن البديل بينزل بيقدي بشكل جيد والفريق بيكسب فبياخد ثقة المكسب لكن ما أعتقدش أن أي غيابات ممكن تأثر على الأداء النادي الأهلي وده بيرجع للمدير الفني بيرجع للمدير الفني واستراتيجيته في اللعب زي ما كان بيحصل معنا كده كابتن إسلام مع جوزيه أن أي حد كان بيلعب ما كنتش تحس أن الأداء بيتأثر صحيح ده راجع للاستراتيجية اللي بيلعب بيها المدير الفني وده اللي قادر يوصلها ميستر كولر للفريق إن فيه استراتيجية أنا بغير لعيب أو اتنين ده ما بيؤثرش على مستوى الفريق أو على أداء الفني للفريق بل بيدي أفضلية بل بيدي أريحية وده حاجة تحصل أكيد للميستر كولر طبا نادي الزمالك على الجانب الآخر عنده ناحية هجومية جيدة جدا بيعاني من بعض الأمور في النواحي الدفاعية وبالتالي كيف ترى شكل نادي الزمالك في مباراةه أمام النادي الأهلي زي ما قال حضرتك كابتن الرجل على طول بيغير في التشكيل بيغير في التشكيل يعني عنده برضو بعض الغيابات أنا بشوف اللي بتأثره بشكل كبير جدا في خط الظهر في نادي الزمالك هو غياب الوينش ما أثر على أداءهم بشكل كبير جدا حتى في حتة قلب الدفاع دي اللي ممكن النادي الأهلي يقدر يستغلها مع سرعات ممكن لو هيلعب شريف هيلعب شدي حسين مع أطراف الملعب ده اللي دايما هيددي أفضلية لنادي الأهلي أمام نادي الزمالك أنت دايما مفاتيح اللعبة عندك كلها شغالة مفاتيح اللعبة عندك كلها فائقة بتقدر لو حتى فرينا الزمالك هيقفل أطراف الملعب لا يقدر النادي الأهلي يهاجم من قلب الملعب عن طريق السرهات عن طريق السروبوس لكن هتقفل من نص الملعب هيبقى فيه تحرك أو تحرر سواء من ناحية الشمر عن طريق علي معلول أو عبد القادر أو ناحية التاني محمد هاني وحسين الشحات فلا أعتقد أن في المبراهة بقى فيه مشاكل كتير لنادي الزمالك لأفضلية النادي الأهلي أكيد أحمد سيد زيزو إمام عشور يمكن أبرز اتنين لعبة موجودين في نادي الزمالك كيف يمكن غلق مكان تواجده أكيد لعبة كبيرة لعبة متخب مصر مفاتيح لعبة مهمة في نادي الزمالك لكن برضو اتنين لعبة كابتن إسلام مش هقدروا يقصروا على الحالة اللي فيها النادي الأهلي يمكن حالة دفاعية عند محمد هاني حتى لو يلعب زيزو طر في شمال اللي أنا بشوف أن راجل بعض الشيء بيوظفه غلط يعني مستر فريرا ساعة التوظيف بتاعه ويبقى مش في مركزة أو مش بيقدر ياخد منه الماء في الماء بتاعته ودي بقى بيأثر برضو على أداء نادي الزمالك لكن الحالة الدفاعية عند هاني وفوقانه وتواجده أكيد هيقفل المكان ده على زيزو كويس أليو ديونج أو السلية أو حمدي فتحي في نص الملعب لا يقدر يقفل على حتى إمام عشور في حتة التصويب لأن إمام برضو بيشوت كويس لا النادي الأهلي نتوقع أنه هيبقى لي الأفضلية في حتة أفلم على مفاتيح لعب النادي الزمالك أكيد طيب من أهم من مفاتيح لعب النادي الزمالك غير زيزو وإمام عشور من تاني من وجهة نظرك أنا بشوف اللي بيقدي بشكل جيد حسام عبد الميلي سير دي باك لعيب صغير عنده جراءة ما تحسش إنه لسه صغير لعيب عند شخصية مع سيف الدين الجزيري السرعات اللي عند سيف الدين الجزيري بيقدر يقطع الأولانية كويس حتى لو فيك رصات فدي برضو النادي الأهلي لازم بيعمل حسابها بشكل جيد قرات السابتة بتبقى ليها دور مهم جدا أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين الحقيقة مهم جدا أن يكون أو أن نستعرف أن هناك فارق كبير جدا في مباراة الأهلي والزمالك يعني مش دايما الأهلي بيكسب ومش دايما الزمالك بيكسب لازم يكون الأفضل فنيا والأكثر تركيزا هو اللي يكسب لأنه ناس كتيرة أيام الجيل بتاعكم كان يقولك أنتوا بتكسبوا الزمالك على طول بس أعتقد يا أحمد أنتوا كنتوا كل المباراة بتلعبوها ما كنتوش متفكروا في أن احنا كسبنا اللي فات احنا عايزين نكسب دي موسيقى كابتن دي السياسة اللي تدخل نادي الأهلي زي ما أقول لحضرك دايما أو أطلع في أي مكان باتكلم سياسة قفل الصفحات حتى لو أغدين بطولة يعني كنا بنبقى لسه أغدين بطولة مزبوط وعندنا مباراة مثلا في الدوري بعدها ما تحسش أن احنا لسه أغدين بطولة خلاص احنا فرحنا رجعنا مصر أو فرحنا نزلنا أول تمرين بنبقى التركيز الكامل على المباراة اللي جاية ده ما يميز النادي الأهلي في حتة قفل الصفحات هو تعدد البطولات والناس اللي بتستغرب النادي الأهلي على طول في بطولات متجددة ويخش سبع بطولات في الموسم ففي حق ست بطولات لا هو مش جديد على النادي الأهلي أو مش جديد على السياسة اللي بتبقى الدخل النادي الأهلي هي حتة قفل الصفحات هنا بتبقى راجع برضو القط اللبس وقط اللبس الناس الكبيرة اللي بتبقى فيها لكن على الأيام اللي كنت موجود فيها كان حضرتك وكابتن شادي محمد وكابتن أكتريكا وكابتن بركات لعبة كبيرة كابتن وقل الجمعة كنت أنا بشوف ده كنت بشوف إزاي بنتلم مع كابتن كابتن عماد النحاس مع كابتن محمد شاوي لا لعبة كتير مع كابتن عسام الحضري لا خلاص إحنا قفلنا خلاص بطولة وخلصت أو مباراة وخلصت عندنا مطش مهم قدامنا 3-4 أيام لأن ده تلحم البطولات بيديك أفضلية ويديك مقومات البطولة كابتن اللي موجودة داخل قط اللبس حتى عندنا يقول أجال تسلم أجال لا هي موجودة داخل نادي الأهلي أو موجودة داخل الجيل اللي في نادي الأهلي حاليا ومع قط اللبس عشان كده كل جماهير نادي الأهلي أو كل محبي نادي الأهلي عندهم ثقة في اللعبة دي عندنا trong سقف اللعابين عندهم مقومات البطولة فتقدر تقفل الصفحات كويس لما حضرك بتت철م عن مباراة أهلي وزمالك هي تتوقف على حال تلعب يوم المباراة يوم المباراة بقى فايق مركز ما لهاش علاقة حالة نادي الزمالك كانت عاملة زيال مش كويسة ما بتتوقفش أن نادي الزمالك عنده مشاكل بس لعبنا الزمالك يوم المباراة هو مركز بشكل كبير جدا بالعكس هو عايز يكسب عشان يطلع من المشاكل اللي عنده مباراة بطولة بالنسبة لي مباراة بطولة إنه نكسب الأهلي نكسب الأهلي لكننا كده مثلا خدت بطولة فلا لازم اللاعبة تبقى مركزة بشكل كبير جدا مش معنى زي ما بنتكلم ان النادي الاهلي ان النادي زي مالك عنده مشاكل او عنده مشاكل حتى فنية او مشاكل ادارية معنى كده هيبقوا مثلا مش كويسين او مش مركزين لأ هم عندهم بما ثابت بطول ان هو يكسب النادي الاهلي يكسب الاهلي وبعد كده نشوف عملي بعد كده بقى ممكن اخسر عادي مفيش مشكلة اه بالزبط كده فلا انا اواصق مليون في المين لعيب نادي الاهلي مركزة بشكل كبير جدا واخد الامور بجدية وبالتالى ان اللبس النادي الاهلي ط вже ما قالت كابتن مباراة لا لها حسابات وما لها توقعات معطيات والحوافز للاعبة اليد الاهلي في هذه المباراة ايه يعني انا لو لعيب في اليد الاهلي حفز نفسي ازاي في هذه المباراة هو كلام اللاعيبة مع بعض كلام اللاعيبة مع بعض بعيدا عن الجهاز الفني بعيدا عن الجهاز الفني اللعبة الكبيرة عليها دور بشكل كبير جدا سواء السلائة سواء الشناوي وبعض اللعبة الكبيرة علي معلول مهم جدا حتى وهم نزلين في التسخين بيبان في التسخين ما حدش بيتكلم في تركيز بشكل كبير جدا في الممرة حتى وهم نزلين تشجيع بيبقوا مركزين بشكل كبير جدا حتة الحماس مبداية المبرام مهم بتاخدوا المبادرة زميلي أخطأ ما فيش مشكلة أنا أصلح الغلط بتاعه حتة إنكار الزيت في المباراة دي مهمة بشكل كبير جدا وده اللي بيظهر عليها لعيبة كبيرة داخل نادي الأهلي اللي هي في حتة إنكار الزيت ده مهم جد ترابط تصحيح الخطأ الضغط البريس كل دي تدي أفضلية ليك في المباراة مع أن كل ده اللي مطمئنا بشكل كبير ده هو عند النادي الأهلي عند اللعيبة عند اللعيبة كل الكلام دوت مع أن أنت لو ربنا كرمك في أول المباراة قدرت تحرز هدف أعتقد أن المباراة تسهل عليك بشكل كبير جدا تختلف هذه المباراة عن مباراة السوبر؟ تختلف أن أنت ممكن تدوس على ناس زميليك في الأول معنويا بمعنى؟ بمعنى أن زميليك وهو بيلعبك في السوبر كانت حالته كويس حالته جيدة كنت تحس إن المباراة 50-50 يعني ما تقدرش تقول المباراة بس ده عكس كلامك أنت كنت دلوقتي بتقول إن ما تفرقش المباراة ده يوم التسعين ديه أنا بقول لحضراتك لو قدرت تسجل في أول المباراة لو سجلت لو سجلت في أول المباراة خلاص انت ديت انتبع كده لا أنا الأفوأ أنا الأجهز أنا حالتي أحسن منك عشان كيف بقول لحضراتك الهدف في أول عشر ده أوربا ساعة هيفرق مع ده النادي بشكل بجده والله أنا أتوقعا أن الراجل هينزل يفرد أسلوب لعبه ده ما يميز ميستر كولر أنه ينزل يفرد أسلوب لعبه أتوقع أنه يعمل ضغط عالي هيقدر يغلط خط الظهر النادي الزمالك مع أنه يقدر يحرز هدف أتوقع أن لو حصل السيناريو ده أن المباراة تسهل على النادي الأهلي بشكل كبير جدا طيب برضو عايزين نعرف الفترة القادمة يعني خلاص احنا مثلا لما نخلص ماتش الزمالك عندنا مباراة البنك الأهلي وبعد كده إن شاء الله تلعب في كأس مصر أو في كأس العالم للأندية ومباراة أوكلاند سيتي نيوزلندي وبالتالي هي مباراة أو بطولة أخرى تماما وأجواء تانية تماما إيه اللي حيحصل كيف يمكن الخروج من جو الدوري واللي إحنا فيه وتروح لكده ناحية تانية إنت لعبت كده ونعبت كده أحساس مختلف تماما أنا مسافت بتلعب كأس عالم بتلعب كأس عالم أجواء وفرق وطرق لعب جديدة ما بتلعباش حتى في الدوري أو على مستوى أفريقيا لا الموضوع مختلف في شكل كبير جدا لكن زي ما قلت على حضرتك إننا دي أهلي برضو بيعرف يفصل كويس هياخد الدوري ماتش الدوري دوري ماتش كاس كاس وبعد كده بيروح على كأس عالم الأندية الموضوع بيبقى مش بنفس الضغط اللي هو الموضوع بيبقى بقى أريحية بشكل كبير جدا مع بعض اللعيبة اللي هي ممكن تبقى لك خلاص انت السكواد عندك بقى كامل هتقدر حتى انت كمدير فني ان انت ممكن تعمل بعض التغييرات بطول أنا بشوف إنها مستر كولر أكيد هتضاف له أو مشاركة لي فيها لا الموضوع بي مختلف ومش جديد عن نادي الأهلي جديد عن الإعتام المرة أو يعني حاجة مش جديدة والناس ما تستغربش ليه النادي الأهلي هو اللي راح أنا ده ده هو أحسن ما يمثل مصر في البطولات دي وحاجة مش مش جديدة عليه فده كان أكبر زي مكافأة كده للنادي الأهلي إنه هو يبقى موجود في كاس العالم الأندية مع بعض الحاجات اللي حصلت طبعا ومش عايزين نخوط فيها لكن لا النادي الأهلي دائما بيبقى ليه الأفضلية وخيره ما يمثل مصر في البطولة دي مصر وأفريقيا خلي بالك كمان طبعا تدلاتي بدون مكثل أفريقيا برضو فلا النادي الأهلي في المواقب دي بيبان بيبان التاريخ بيبان البطولات بيبان الأداء حتى على مستوى المباريات وبيدري حاجة نتيجة أو مركز معلتش يا أحمد حاجة تانية برضو لأنه الناس بتفتكر إن انت لو كسبت إن شاء الله يوم السبت يبقى أنت أخذت الدوري أو بعض الجماهير بتفتكر هذا الكلام لو لو قدر ألات غلبت أو تعادلت يبقى أنت خسرت الدوري يعني هو لسه بدري جدا حتى لو كسبت يبقى لسه بدري لو قدر ألاتي حاجة تانية لسه بدري برضو أكيدة كابتن عايزة وصله للناس برضو إن هي مباراة تلاتة بنت يعني سواء بعمل هي عليها بس أنا أناسك مليون في المية لأننا إحنا كنا عايشين كده عندنا مباراة الزمالك هي تلاتة بنت عندنا مباراة محترمي لأي فريق تاني هي برضو بتلاتة بنت دي السياسة لداخل النادي الأهلي سياسة النادي الأهلي أنا أبلعبش مين أنا أبلعبش مين سواء فريق كبير سواء فريق صغير أنا رايح أخد التلاتة بنت يعني رايح أخد التلاتة بنت مع أن لو لا قدر الله حصل نتيجة سلبية ده برضو مش هيأثر على أداءنا كفريق على مدار الموسم لكن زي مقول لحضراتك برضو انتباع عند النادي الأهلي أو عند جماهير النادي الأهلي هي مباراة زمالك فمهم جدا أن أنت معنويا أن أنت تكسبها لكن اللي أنا عايز أطمن للجماهير أن السياسة اللي داخل قد واللبس هي مباراة بثلاتة بنت تلاتة بنت هيطلعوني وهואفرق عن المنافس أين كان بيرامتس أين كان الزمالك لكن دي دا اللي موجود داخل dalنادي أهلي اتعادلت هاخد بنت زي ما بتعادل مع أسوان زي ما بتعادل مع أي فريق تاني لكن مع نويا هتديني حافظ بشكل كبير جدا لكن هفاية وفي الآخر بالنسبة للحسابات حتى 3 نقط عشان كده النادي الأهلي دايما بيبقى ليه الأفضلية إنه بيلعب زي مالك زي أسوان نفس الاستراتيجية ونفس اللعب زي مالك زي أسوان زي أسوان زي أمبي زي التحيات زي فاركو مع كل أنداء دي هو حسابات النادي الأهلي أو حسابات الإدارة الفنية للنادي الأهلي داخل فريق هي مباراة 3 بنت أنا عايز أكسبها عشان أقرب بشكل كبير جدا أو على قد مقدر أحسم زي ما بنحسم في سنين كتير جدا يمكن إحنا حسابناها قبل كده بقبلها بخمس أسابيع وقبلها بسبعة أسابيع إن أنت بتحسم بطولة الدوري بتلعب الزمالك بتلعب أي فريق تاني هي مباراة 3 بنت وده هيقربنا أكتر لبطولة الدوري فهذه الحسابات اللي داخل قط اللبس إنت كنت بتفكر إزاي في المتش تلعب الزمالك أيما كان طارق السيد أعتقد ربيل عباك ليفت طارق السيد وبعد كده عبد الشافي بعد كده عبد الشافي واحد من أكثر اللعبين احترامهم شوفتهم في حياتي الحياة محمد عبد الشافي ده سواء طارق أو محمد اللي اتنين تقريبا نفس الستايل نفس الشكل إنت أو إنت قاعد كده كنت بتفكر إزاي والمفروض محمد هاني أو خلد عبد الفتاح أو إكس من اللعبين اللي حيلعب ناحية المين في نادي الأهلي كيف يفكر وكيف ينظر لما هو أمامه أكيدة كابتن أن أنا مهم جدا في البداية أن أنا أخنق عليه اللعب يعني ما تدروش الأفضل تفكر الأول تقفل إزاي أفكر أن أنا يعني هقفل إزاي الأول هقفل إزاي الأول هقفل إزاي وبعد كده أن أنا هقفل إزاي أول ميزة اللي عنده أنا ما تدهلهش يعني أنا في ميزة للعيب مثلا لو لفلي بوشه أنا هواجه مشكلة طب ما أنا من قبل ما يلفلي بوشه بتدرس بقى بدرسه قبلها طبعا لأن الأهلي والزمالي كتاب مفتوح كتاب مفتوح حتى المصر اللي فرق مصر كلها لكن أنا ببقى عارف أن اللعيب ده لو لف بوشه جالي واحد على واحد أنا هواجه مشكلة لو دخل لجوه هواجه مشكلة لا تبما أنا هقفل لجوه هطلعه البر لو لف تبما أنا ما تدولوش فرصة هبقى لازق في ظاهره دايما أنه هو ما يلفليش فيضطر ينزل بصل تحت فهنا دي حاجات بتفرق مع شكل التيم وتفرق مع عداء التيم اللعيب مثلا عنده النزعة الهجومية سبعين تمانين في المائة لما أنا أستغل الحتة الأوراقة أو أكلم اللي بيلعب قدامي نستغل حتة دي سيبني أنا هدافع وخليك أنت مثلا هلعب لك من وراء أو الدفندر هلعب لك من وراء دي بعض الحاجات اللي مش محتاجة مدير فاني وبعدين تجيب بقى لناحيتك والقريب واللي بتاع يعني هل أنت معا التشكيل يبقى معروف قبلها بيوم أو بيومين عشان المجموعات تتكلم مع بعض يعني شوئي وأحمد عادل وعمد النحاس ووق الجمعة الأربعة دول اللي بيلعبوا ناحية اليمين وراهم عماد يعني النحاس فييجوا يتكلموا مع بعض ولا أنت معا كده كده المجموعات دي بتتكلم لا يا كابت معا اللي لازم أن نتكتك وهو بيتعمل بيتحط النس اللي هتبدأ بيتحط النس اللي هتلعب مع بعض بتبقى بفينا بشكل كبير جدا حتى لو حصل تغيير بعض الشيء بيبقى بفينا بيبقى باupa مطمئني أنك حمد عادل بشكل كبير جدا الترابط واللي بكلم حضرك فيه إن لا اللعيبة خلاص سواء خط الظهر سواء الدفندر سواء التلت الأمامي خلاص بقت اللعيبة حافظة بعض حافظة أداء المجموعة بشكل كبير جدا اللي هي في راكبتني الحاجات اللي هي الفردية اللي أنا بقول لحضرك عليها أنا هلعب على زيزو ازاي هوقف خطورة إمام عشور ازاي دي بعض الحاجات اللي مش محتاجة مدير فاني مش محتاجة مدير فاني إن أنا هيقول لي مثلا لقفل عليه لأ طلعوا البرة لأ دخلوا الجوة لأ هاجم اطلع هاجم من قدام هنعمل ضغط عالي دي حاجات بيننا ومعض في الملعب دي بترجع للعيبة ده اللي مطميني بشكل كبير جدا اللعيب تنادي أهلي وصلت لده وصلت لنها خلاص بقى فيه ترابط بقى فيه تقارب للخطوط بيتكلموا بقى بيحفزوا بعض ازاي شنو من ورا بيحفز خط الظهر ازاي الكلام دايما نكبتن في المباريات دي بيبقى مهم جدا مهم جدا حتة التنبيه ممكن إحنا كعشرة في الملعب حد يسرح مننا مثلا أو سرحان بعض الشيء من بعض اللعيبة ترجعوا ازاي ترجعوا ازاي ترجعوا انت تنبيهوا ازاي في نفس الوقت فيه واحد ممكن الكرة ما تبقاش ماشية معي بس احنا كنت لما كرة ما كنتش ماشية معاك كنت تعمل ايه كنت بقف يعني كنت بقف مكاني اهدفع كويس اهم حاجة دافع كويس يعني اهم حاجة دافع كويس الكرة مش ماشية معايا في الحتة الهجومية سواء كم ساعات بركات ممكن يلعبوا قدامي سواء اي حد يلعب قدامي لا كنت تبقى خليهوا يهاجم يعني خليهوا يهاجم ممكن فريق في بعض الوقات انت نادي اهلي مش هيهاجم دايما في بعض الوقات بين الضغط يعني بين الضغط ببطر ان انا هقف وبتكلم دايما مع الديفندر طب لو انا طلعت مثلا مع شاوي يا شاوي خلي بالك انا هطلع فيقول لي اطلع ما فيش مشكلة هنا حتة الترابط وده اللي احمد تتكلم فيه ده اللي بيننا وبن بعد برضو لانه الجمهور لازم يبقى فاهم هذا الامر انه الكلام ده اهم من يعني انت وانت احب بتتكلم وكرة وهي جاية لو تقول له احمد اسلام محمد خلاص بوسي كابتن انزام اقول لحضرك سبعين ثمانين في المهم من مواقف اللي داخل الملعب هيا مش طاعت مدير فاني طاعت مدير فاني مش هقول لي اقف ازاي او اتحرك ازاي خلاص انا وصلت المرحلة انا بلعب في النادي الهلي لكنها استراتيجية لعب المدير الفاني يقولك استراتيجية اللعب احنا هنلعب اربعة تنين تلاتة واحد هنعمل ايه اول شوتي يعني هاجم هنضغط عالي او هنقفل على مفتاح اللعب يعني انت لا انا بتكلم مثلا ان طريقة لعب جوزي مثلا كان يقولك ما كانش يخلي البغر ان هو يجري على الخط بس ما يحبوش يخش الجوة وبالتالي استراتيجية لعب انت كده كده معروف ان انت هتفضل ماشي على الخط عشان تخش جوة يبقى هتوعد احتياطية هتطلع برا حتى لو هتطلع بجون قال لي لو دخلت جوة الملعب تاني هتطلعك برا حتى انا يعني استغرفت قال لي يعني ينفع شوقي يجي مكانك فانا قلت له لا فقال لي شوقي بيقدي دور وانت بتقدي دور فقال لي هتخش جوة الملعب هتطلعك هتطلعك برا لا وبعد كده قدت حضلق عشر ماشياط برا الفرقة ما تفهمش كل دخلت جوة وجات جون يعني انت جبنا جون للاهل لا لا ما تفرقش انت ما عملتش اللي انا عايزه لا فاقولك عن حاجة بتقديد الاسلام حضرتك تفتكر كنت ماتش برشلونة كنت عامتش جامد جدا قال لي اوكي اوكي وتلع في المؤتمر الصحفي شاك كرفية بس كابت الاسلام قال لي كان من احسن الناس في اللي هو الاحسن وانا مكنت شفت واقع انه مستوابها كده فليس في المحاضرة اللي هو حضرتك عارف اللي بعملها ايو تريبا انا تسطى قبل المتشب قبل ده في يوم المعاصقة ده في يوم المعاصقة صحة مرزق اما الناس لحدها دولي انت خلصت عكرة نيس دي مغلصت ببركات وكانت ببركات تصاب برضو محدش بيخلص على بركات ماشي فانا في جاءة الراجل العرب بعمل معنا اللي هي القبل ما ننزل من نعود ربع ساعة قال لي بس انا طلعت شكرت فيك المؤتمر الصحفي وقلت انت عملت ماتش جامد جدا قال لي بس بيجدال انا طلبه منك قال لي انت كنت بتهاجم بنسبة 70% وبتدفع بنسبة 30% لا انا عايزك العكس قال لي انا شكرت فيك وقلت ان انت كنت بس انا مش طلب منك كده لا انت تدفع 70% وفي الحاجات اللي زي دي ما بيقولش في الحاجات اللي زي دي في مواقف ما بيقولش خلال ما بيقولش بس تلاقي مسلا ليني كنت انا مصاب وبركات ما كانش في حد وصديك كان براع قدام فانت كنت بس بس كان سياسة مستر منول على طول دايما وكانت فيها بعض الحاجات كده حتى احنا كنا نستغربها يعني كان اللي يتمرن بجزمة جديدة ما ينزلوش تمرين طب انا طب جزمة لسه جايبها هبسها انت خلي حد يتمرن بي حارس اما عم حارس عم حارس او كانوا لبسها لعم حارس مر احمد السيد لبسها لعم حارس فمستر منول شايفه شايف ان دي جزمة احمد السيد فعم سيد خدها منه اللي هو تاني تمرين قال له لا دي جزمة دي بتاعتك انت كنت منديها لعم حارس فبياخد بياخد من اقل التفاصيل صحيح دي كت اللي منجحنا بشكل كبير جدا اه اه الشنكار فكر الشنكار لازم كل تمرين مش كل تأسيمة لأ كل تمرين من بدايتها الاخر من اولها الاخر من اولها الاخر كان في بعض الحاجات كده كابت الاسلام فعلا لما احنا يعني تربينا على ده او شوفنا ده او مع مستر منو الجزية فرق معنا بشكل كبير جدا كلنا كاتيم ما كنتش يعني متحسش ان فيه فرق متحسد السكوات كله الخمسة وعشرين اه كلنا واحد فدي كانت ما يميز قط اللبس ودي الاكيد اللي موجودة يعني دلوقتي اخيرا يا احمد من وجهة نظرك من يستطيع نفوس في هذه المباراة اهلي وزمالك اعتقد زي ما قلت لحضرتك فلو النادي الاهلي خد المبادرة في الاول او خلاص انت وصل لنادي الزمالك ان انت مش محتاج حجم المباراة او قدر ان هو يخنق اللعب عن نادي الزمالك وقف المفاتيح نادي الزمالك بشكل كويس اعتقد المباراة السهل على اللعيبة بشكل كبير جدا وهتدي اريحية الميستر كولر ان هو لو في بعض التغييرات عايز يدفع بيها اكيد ممكن يدفع بيها فاطوقع ان الافضلات تبع من نادي الاهلي للحالة اللي عليها النادي الاهلي دلوقتي يا رب كل التوفير لنادي الاهلي في هذه المباراة واستطيع ان يفوز بثلاثة نقاط تكون غالية جدا في هذه المباراة وشكرك جدا ابو حميد لو وجودك معنا وان شاء الله نلطقي قريبا مرة اخرى شكرا جد شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد سابت في ضيافة البيت الكبير